اجتمع معالية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالية الدكتور مالك عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية بجمهورية سنغفورة وذلك على هامش حوار المنامة في دورته الخامس عشرة وخلال الاجتماع رحب معالية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمعالية الدكتور مالك عثمان منوها معاليه بما تتسم به علاقات الصداقة التي تجمع بين المملكة وجمهورية سنغافورة من تقدم مستمر يعكس حرصا مشتركا ورغبة دائما في تطوير كافة أوجه التعاون الثنائي والمضي بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين معربا معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بانضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعامل في جنوب الشرق آسيا في خطوة تجسد المستوى المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين ودول الأسيان ومن شأنها دفع هذه العلاقات لمستويات أكثر تقدما وازدهارا من جانب أكد معالي الدكتور مالكة وثمان اعتزاز جمهورية سنغافورة بالعلاقات الوثيقة مع البحرين وتطلعها إلى تنمية التعاون في جميع المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر